السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي تلاميذ تنميزات الصف الأول الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة أولاد سنشرح مع بعض قصة الورق من منهج اللغة العربية للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد الورق انتهى العام الدراسي وأخذ ماجد يرتب حجرته ووجد أوراق كثيرة مستعملة جمعها في صندوق وذهب ليلقي بها في صندوق القمامة هنا بطل قصتنا أولاد اسمه ماجد بعد ما انتهى العام الدراسي يا أولاد بيقى يرتب حجرته فليقي فيها أولاد ديه أوراق كثيرة مستعملة يمعها في صندوق ويعيرميها في القمامة بعد كده يا أولاد رأاه والده فسأله ماذا تلقي في صندوق القمامة يا ماجد رد ماجد أوراق استخدمتها في المذاكرة ولا أريدها الآن قال الأب وَلِمَا لَا نُعِيدُ استِغْدَامِهَا مَرَّةً أُخْرَةً قال الأب وَلِمَا لَا نُعِيدُ استِغْدَامَهَا مَرَّةً أُخْرَةً قال ماجد كَيْفَ أَسْتَغْدِمُهَا مَرَّةً أُخْرَةً وَهِيَ غَيْرُ فَارِغَةٍ قال الأب لم أقل أستخدمها ولكني قلت إِعَادَةُ استِغْدَامِهَا قال الأب يا أولاد لم أقل لم أقل استخدمها ولكني قلت إعادة استِغْدَامِهَا وَذَلِكَ بإعادة تدوير الورقة ليكون صالحاً للاستخدام وَذَالِكَ إِعَادَةُ تدوير الورقة ليكون صالحاً للاستخدام ولد صارحاً لماذا نعيد تستخدمها مرة أخرى قال له ليه منعيدش استخدامها مرة أخرى ماجد قال له كيف استخدمها وهي غير فارغة أبو رد عليه قال له لم أقل استخدمها أقل ليه إعادة استخدامها قال له إزاي قال له بإعادة تدوير الورق ليكون صالح لإستخدام فأبو يا أولاد عني شرح له إزاي إعادة تدوير الورق قال الماجد وكيف ذلك يا أبي قال الأب عليك أن تبحث عن طريقة إعادة تدوير الورق تذكر ماجد أن في كتاب المدرسة موضوعا عن إعادة تدوير الورق قرأ ماجد الإرشادات وبدأ في التنفيذ يبهين يا أولاد والده قال له عليك أن تبحث عن طريقة إعادة تدوير الورق ماجد تذكر أن في كتاب المدرسة موضوعا عن إعادة التدوير تدوير يا أولاد تدوير الورق بدأ يقرأ الإرشادات وبدأ في التنفيذ ونشوف مع بعض إزاي ماجد أي عيد تدوير الورق أحضر ماجد بعض الأوراق وقام بخلطها بالماء ثم طحنها جيدا ظل يطحن الخليط حتى أصبح عجينة لينة بسط هذه العجينة على سطح مستوي في الشمس وتركها يومين يبقى عمل ما يجد يا أولاد في الورق خلطوا بماء خلط الأوراق بالماء ثم طحنها جيدا يعني يا أولاد طحنها بيد الهون دي ما نرى في الصورة ظل يطحن الخليط حتى أصبح عجينة لينة وبعد كده بسط هذه العجينة على سطح مستوي يعني بسط يا أولاد يعني عملها مستوية فردها يعني يا أولاد فرد العجينة على سطح مستوي في الشمس وتركها يا أولاد يومين وبعد يومين كان ماجد متحمسا جدا لرؤية الورق الذي صنعه حاول ماجد رفع الورق من على السطح ولكنه كان يابسا جدا فتكسر فكر ماجد لما لم يصبح العجينة ورقا يبقى بعد كده يا أولاد بعد يومين ماجد كان متحمس يشوف إيه الورق الذي صنعه حاول رفع الورق يا أولاد من السطح الورق كان يابس يعني يابس يا أولاد يعني جامد صلب يابسا يعني صلبا جدا فتكسر بعد ما تكسر الورق يا أولاد فكر ماجد يا أولاد إضافة قدر قليلا من النشا والملح يبقى يا أولاد هو كان مستعقل في حكاية صنع الورق فقراش الخطوات صنعة الورق بالدقة فلما رجع يا أولاد لطريق صنعة الورق لقى أنه في خطوة نسيها إيه الخطوة يا أولاد هي إضافة قدر قليل من النشا والملح فبدأ من جديد وأحضر ورقا وخلطه بالماء وهذه المرة أضافت النشا والملح وخلط الخليط جيدا ثم قام بتصفية الخليط من الماء الزائد وفرشه في الشمس يبقى عمل خطوات يا أولاد من جديد أضاف الورق وخلطه بالماء وبعد كده ضاف له نشا والملح وخلطه جيدا يا أولاد وصف الخليط من الماء الزائد اللي فيه وفرشه يا أولاد في الشمس بعد يومين ذهب ليترقب ما صنعه لمسه فوجده ملمسه ناعما رفعه فوجده لينا كتب عليه فظهرت الكتابة يبقى بعد يومين يا أولاد راح يشوف إيه اللي حصل فلمسوا الورق يا أولاد لجي ملمسه ناعما رفعه فوجده لينا يعني لينا يا أولاد يعني ممكن يأتني يتفرط ما يتكسرش دي المرة اللي فاتت كتب عليه يا أولاد فظهرت يا أولاد ظهرت الكتابة فرح ماجد كثيرا وصاح بصوت عال في البيت صنعت الورقة صنعت الورقة حضر أبوه وأمه وقال نهنئك يا بني نهنئك بني لأنك حاولت حتى نجحت ماذا ستصنع المرة المقبلة فكر ماجد وقال سأصنع قلمان يبغي يا أولاد فرح هو بالورق اللي عمله وصاح بصوت عالي في البيت وقال صنعت الورق صنعت الورق حضر أبوه وأمه هنو وعلى اللي هو نجح في صنعت الورق وقالول إيه اللي هتصنعه المرة المقبلة ففكر وقال إيه سأصنعي يا أولاد سأصنعه قلمان هنشرح مع بعض يا أولاد أضواء على القصة المشتركة أول حاجة يا أولاد القصة اسمها يا أولاد الورق طب شخصيات القصة ماجد والأب والأم طب والزمن يعني الزمن يا أولاد وقت القصة بعد انتهاء العام الدراسي والمكان كان فين يا أولاد القصة كان بتحكي فين في البيت إبن ما كان القصة كان البيت طب إيه أحداث بداية القصة فأحداث البداية يا أولاد يقول لك بعد انتهاء العام الدراسي وجد ماجد أوراق كثيرة مستعملة في معها وذهب ليلقي بها في صندوق القمامة ولكن يا أولاد اقترح عليه والد وإعادة استخدامها بعد تدويرها أحداث الوسط يعني أحداث الوسط يا أولاد يعني المشكلة أحضر ماجد بعض الأوراق وقام بخلطها بينما ثم طحنها حتى أصبحت عجينة لينة تركها يومين ولكن لم يصبح العجين ورق طب إيه أحداث النهاية حل المشكلة اللي هنا رجع ماجد إلى طريقة صنع الورق حتى نجح في ذلك فرجع بعد كده أولاد فريح ماجد بصناعة الورق وقام أبوه أمه بتهنئتهم فقر ماجد في صناعة أولاد قلم في المرة المقبلة طيب إحنا نستفيد من القصة ما نتعلمهم من القصة الاستفادة من المخلفات بأعادة تدويرها إيه ثاني أولاد المصابرة وتكرار المحاولات عند صنع شيء ما يعني لازم الإنسان يكون صبور ويكرر المحاولة عندما يصنع شيء ما طب بعد كده يا أولاد في كلمات شائعة في القصة إيه هي الكلمات الشائعة في القصة كلمة أبي أمي قال قالت أنا أيضا في و و على والألف واللام اللي هي إيه أل أنشطة الأدواء على القصة المشتركة اللي هي الورق نشاط واحد بيقولك أكتب كلمة على في مكانها الصحيح هنا يا أولاد جيب لك ثلاث صور هنا الكرسي السهم بيشاور على الكرسي هنا أسفل هنا بين يبقى على فين يا أولاد الصورة الأولانية على الكرسي فنكتب هنا على نشاط نشاط اتنين يا أولاد في نشاط اتنين بيقول لك صل كل كلمة بصورتها المناسبة هنا يجيب لك قمامة إعادة تدوير ورق أول الصورة يا أولاد الصورة الأولانية اللي هي القمامة نوصلها بكلمة قمامة بعد كده يا أولاد إعادة تدوير نوصلها بصورة دي يا أولاد إعادة التدوير بعد كده يا أولاد كلمة ورق نوصلها بصورة الورق نشاط ثلاثة صل كل كلمة بمكانها الصحيح هنا يا أولاد يبقى لكلمة على كلمة في هنا يا أولاد القرى وراسم ساهم في وجهها تبقى دي يا أولاد على القرى نوصلها بها وهنا أولاد الصندوق ومشور لك بساهم في الصندوق يبقى نوصلها بفي نشاط أربعة يقول لك لون القرى التي بها كلمة وردت بالقصة هنا الكلمات اللي وردت بالقصة يا أولاد الورق نلون القرى اللي فيها كلمة الورق كلمة في للونها الكرة اللي فيها كلمة في تدوير للون القرة اللي فيها كلمة تدوير وعلى الكلمة اللي فيها القرة اللي فيها على للونها أولاد وأبي القرة اللي فيها كلمة أبي نلونها ننتقل مع بعض أولاد لمنحق الأنشطة والمتابعة اليومية نحل التدريبات على القصة هنحل مع بعض يا أولاد تدريبات ملحق الأنشطة والمتابعة اليومية على قصة الورق نشاط واحد بيقول لك رتب الصور التالية حسب ورودها بالقصة عندنا أربع صور يا أولاد أول صورة وردت بالقصة الصورة رقم اتنين الصورة دي الصورة دي أولاد أثناء مكان مايد بيلقي بالأوراق في صندوق الزبالة أو صندوق القمامة يبدأ نرقمها يا أولاد رقم واحد الصورة اللي بعد كده يا أولاد الصورة دي دي بعد ما أعاد خطوات صناعة الورق وأضاف يا أولاد النشا وأضاف المه دي نرقمها رقم اتنين بعد كده يا أولاد الصورة اللي بعد كده اللي هي الصورة دي أثناء ما يا أولاد الورق جاف بعد يومين وكتب عليه والكتابة كانت ظهرة فهنا نرقمها رقم ثلاثة بعد كده يا أولاد آخر صورة الصورة الرابعة دي دي بعد ما ايه نجحت صناعة الورق وصاحة في البيت وجاء أبوه وأموها أنه يا أولاد صنع الورق وسألوه أنت تصنع ايه بعد كده لحصنع قلم فهنا نكتبها يا أولاد رقم أربعة طب نشاط اتنين في نشاط اتنين يا أولاد بقولك صل الجملة بالصورة المناسبة هنا يا أولاد جيب لك صورتين هنا إعادة تدوير وهنا ايه قبل إعادة التدوير هنا جيب لك قبل إعادة التدوير يبقى نوصلها بالصورة دي قبل ايه يا أولاد إعادة التدوير بعد كده بعد إعادة التدوير نوصلها بالصورة دي عنيجي بعد كده أولاد في نشاط ثلاثة بيقول لك ارسم غرفتك في نهاية العام قبل إعادة تدوير الورق ثم ارسمها بعد إعادة تدوير الورق هنا أولاد عن نرسم الغرفة بتاعتنا قبل إعادة التدوير وهنا عن نرسمها بعد إعادة التدوير نشاط أربعة يا أولاد بيقول لك عبر عن كل صورة بكلمة هنا يا أولاد يجيب لك ايه ده صندوق نكتب تحت منه صندوق بعد كده يا أولاد الصورة دي صورة ايه صورة ورق نكتب تحت منها ورق بعد كده يا أولاد ده صورة ايه صورة قلم نكتب تحت منه قلم آخر حاجة يا أولاد ده إيه صندوق القمامة نكتب هنا قمامة نشاط خمسة يا أولاد بيقول لك ضع وجها ضاحكا أمام الجملة الصحيحة أول حاجة ألف عيب لك ماجد يقوم بترتيب حجرته هل الجملة صحيحة ولا غير صحيحة الجملة صحيحة نحط وجه ضاحك رقم به يا أولاد بيقول لك نجح ماجد في إعادة تدوير الورق في المرة الأولى وهذا جملة غير صحيحة رقم جيم في المرة الثانية أضاف ماجد قليلا من النشاء والملح يبقى ذا جملة صحيحة نحط وجه ضاحك رقم دان فكر ماجد في صناعة مذهرية وده العبارة خطأ نجي بعد كده أولاد نشاط ستة هيقول لك صيل كل صورة بالصورة المناسبة لها بعد إعادة التدوير أول صورة معنا أولاد صورة الزجاجة فممكن الزجاجة دي أولاد نعملها يا نعملها ظهرية يبقى نوصلها بصورة الزهرية بعد كده أولاد صورة علبة الكنز دي أولاد فممكن نعملها مجلمة للأقلام نحط فيها أقلام اللي بنستعملها هنا بعد كده أولاد إطار السيارة دي أولاد ممكن نعمل منه منضضة زي في الشكل اللي قدامنا فنوصلها بالصورة يا أولاد صورة المنضضة وبكده أولاد وصلنا مع بعض لنهاية الدرس للنهار درجة يكونوا استفدتم معنا وإلى اللقاء في درس الجديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الأول الابتدائي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته